دي أشهر عرض عشر أعراض لنقص الماغنسيوم يلا بينا التقلص العضري حضريتك وانت ماشية او انت قاعدة يجيلك تقلص في عضلة السمانة بيجي بالليل يا دكتور وبيجي ساعات بالليل بمقى نتيجة حمضية الجسم وتراكم حمض اللاكتيك ونقص الماغنسيوم فده أشهر عرض لنقص الماغنسيوم أي حد يحدث بتقلصات في عضلات جسمه خاصة عضلات السمانة لو سمحت دور على الماغنسيوم ده مريض بيحب بيقعد في الضلمة وبيمسك دماغه بالمنظر ده وساعات يشوف فلاشات ضوء تدايقه ده مريض اسمه الصداع النصفي او داء الشقيقة أحد أسباب داء الشقيقة النقص الماغنسيوم فأي مريض بيجي له نوبات متكررة من الصداع النصفي وتشخص أنه صداع نصفي لازم يتقسلوا السيرة بماغنسيوم اضطراب نبض القلب زي ما شرحنا أن الماغنسيوم بيلعب دور مهمة قوي في تنظيم نبض القلب لأن نبض القلب بيتم من خلال إشارات كهربية فالماغنسيوم لواطي أو عالي على فكرة ممكن يلغبط لنا نبض القلب دي ملا دي متوترة وقلقانة ومتصوت وحالتها المزاجية سيئة برضو من نقص الماغنسيوم نعم دي بقى مازكة الشوكة والسكينة ومش عايزة تاكل لأنه عندها فقدان شاهية فالبنات اللي في سن المراق اللي عندهم فقدان شاهية اللي بتجيب باباها ومامتها عند الدكاترة يلفوا بيهم وتقول لك أصلا عندها جرسومة وأصلا عندها بتاع دوروا على نقص الماغنسيوم لأن نقص الماغنسيوم يخلي عندها فقدان شاهية ويخلي عندها صدع نصفي متكرر ويجيب لها كرامبات قبل الدورة كتير أو في بطنها ويطلع المشكلة في النهاية في الماغنسيوم نعم ده صدع برضو لا الإحساس بالإرهاق الإحساس بالإرهاق نقول لك أنا حاسس إن أنا فاصل يقول لك على طول نقص فيتامين دال أول حاجة نقص فيتامين دال على طول اكتب وشتة بمناسبة فيتامين دال مقالة حديثة من ثلاثة أيام في البريتش ميديكا الجورنال بتحذر مدمني تناول فيتامين دال سلم يا رب وليه مدمني يا دكتور وإدمان؟ لأن الناس بقى عندهم إدمان على فيتامين دال زي فيتامين ب12 يقول لك عصبك تعبانة خد حونة فيتامين ب12 اللي بتعمل سمية فيتامين دال ركبوه حاجات كتيرة جدا جدا بدون داعي تمام؟ واتضح في النهاء إن اللي بيتقاس ده مش فيتامين دال ده مخزون فيتامين دال وإن فيتامين دال لو علف الدم عن السبعين يعمل أعراض سمية وحاليا نزلوا الريفرنس ريفلز بتاعته اللي هي القياسات المرجعية ليه إلى أقل من 30 كمان لأن الناس بقت بتاخدوا عامل على البطال فإحذروا الإصراف في تناول فيتامين دال بدون داعي طيب الماغنيسيوم دال الماغنيسيوم أحد الأسباب الرئيسية للإرهاق ارتفاع ضغط الدم أو عدم انضباط ضغط الدم يعني يا إما ضغط دمي بيعلى بسبب نقص الماغنيسيوم أو أنا مريض ضغط وباخد أدوية وما بيتصلحش الضغط برغم الأدوية بالرغم الأدوية بالنتيجة نقص الماغنيسيوم تمام بس ما لنش لقى بالضغط الواتسي لا خالص تمام والمجهود العنيف عشان ينام أي بني آدم بيخش السرير ويقعد يفرج بالنفس الساعة والساعة ومش قادر يخش في النوم العميق الصحي دور على نقص الماغنيسيوم برضو تشوش الزهن الآلة بتاعت المخ بتتوقف تشوش الزهن الزاكرة الضعيفة مش مركز ضعف التعلم ضعف القدرات الإدراكية عند الأطفال أنا طفلي زي الفلي بس ما بيجيبش نمر كويس طفلي زي الفلي بس مش مركز أنا كنت لسا حسألك وأقولك هل ممكن يصيب الأطفال نقص الماغنيسيوم؟ طبعا يعني مش مفروض أن الطفل بيتولد عنده كل المعادن كويسة وكل حاجة تمام يعني الطفل الصحي السليم يعني لو صحي سليم لو الأم واكلة أكل صحي سليم ورعته في أثناء فترة الرضاعة وفي أثناء الفترة الرضاعة اللي هي بعد كده الأكل أكل أكل صحي متوازن مش حيجيله لقص ماغنيسيوم لكن أي حاجة منذ تحصل ممكن بالضبط السكريات والدقي الأبيض والملح بيطردوا الماغنيسيوم من الجسم يطردوا يطردوا يخلوه ينزل في البول هو والكالسيوم بدل ما يعمل ريسايكلينج بدل ما يعيد الدورة يانهارا بيض في حاجة بقى غريبة جدا يمكن الناس أن تخدش بالها منها ريحة العرق غير المحبب قد تكون علامة من علامات ناصر الماغنيسيوم لأن الماغنيسيوم بيلعب دور مهم أو في تنظيم عملية إفراز العرق وبيبطل مفعول البكتيريا والفطريات اللي ممكن تتسبب في ريحة العرق الوحش ريحة العرق الكريهة دي قد تكون وراسية وقد تكون عائلية أو نتجة نتيجة أن أنا ما بستحماش أو ما بيخدش بالهم كويس وقد تكون نتجة عن بعض الأمراض منها ناقص الماغنيسيوم فدي طبعا أرفارة من ريحة غيرها بسبب احتمال ناقص الماغنيسيوم